أما المباراة ذات الصلة وكان مشاعر مصريين بشكل عام ومشاعر أهلوية بشكل خاص بيطابعوها وكأنها تخصهم جدا وهي تخص بشكل غير مباشر لأن كنا نتمنى أن ليفر بول يعني نادي محمد صلاح يكسب ويوصل إلى بطولة كأس العالم الأندية علشان أولا محمد صلاح ثانيا عشان ما تتسعش الفجوة بين تاني بين الأهل ورية المدريد في الأكثر تتويجا في الأكثر تتويجا وهذه هي عظمة الأهل إنك تتفرج على بطولة أوروبا وعينك المباراة خصة زي ما تخص أي حد أنت طرف في المباراة النهائية دي لو فاز ليفر بول كانت هناك فرصة سانيحة للأهل أن يقترب أكثر وأكثر بعد أن أصبحت الفوارق نختطان على التصنيف العالمي للمتصدر بدنا بالرية المدريد ولذلك زعلنا حزيمة غير مستحقة وفوز ربما يكون يراه البعض مستحق لأنه فوز بالخبرة خبرة ريال المدريد اللي استطاع أن يقلب يعني ما كانش الأفضل في السيمي فينال يعني في الدور الثمانية كان دائما يأتي من بعيد ليقلب الطاولة ويستطيع أن حتى استطاع أن يصل للنهائي ويفوز اليوم على ليفر بول الذي كان الأفضل في كل نواحي إلا في استغلال الفرص